الدوائر الحيوية والملفات السياسية التي تلقى وتحظى بالاهتمام المصري وعلى رأسها على سبيل المثال القضية المركزية كما عبر عنها دائما بمنتهى الجلاء والصراحة والوضوح فخامت رئيس الجمهورية ألا وهي قضيتنا المركزية في فلسطين فإن مصر لازالت هي اللاعب الرئيسي هو ده كلامي؟ لا ده كلام البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن هو بيقول نعبر عن خالص التقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصية حط تحتها تسع تلاف خط الشخصية ده هنا بتتكلم على وزن معتبر في السياسة الدولية وزن معتبر وزن يعمل له ألف ألف حساب وإلا ما كانش رئيس أكبر دولة في العالم استخدم هذا التعبير جهوده الشخصية خلال الأسابيع الماضية لتهيئة الظروف لإنجاح اجتماع العقبة بالأردن ما بين كبار المسؤولين في الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية والأردن وبطبع الحال كان معنا مصر والولايات أو إحنا يعني كنا مصر والولايات المتحدة أما مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن فبيقول إنه سنواصل أو الولايات المتحدة الأمريكية يعني ستواصل المشاركة مع جميع الأطراف خلال الأسابيع اللي جاية بما في ذلك اجتماع المتابعة اللي هيبقى في مارس القادم احنا بنتكلم معها 3-4 أيام ونبدأ شهر مارس بإذن الله واللي هيبقى فين بقى أكيد يعني في مصر شرم الشيخ كما أشار سوليفن إلى إنه الاجتماع ده هو الأول من نوعه منذ سنوات ارجع تاني الجهود الشخصية لإنجاح اجتماع العقبة الذي يعد الأول من نوعه منذ سنوات ليه لأنه نتج عنه هذا البيان بيان العقبة بالالتزام من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف